استمرار الضربات الجوية على أوكار تنظيم داعش في الأقضية الغربية للأنبار وتدمير أغلب مواقعه دفع بالتنظيم فجر اليوم إلى شن هجوم بأربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة استهدفت منازل في البغدادي وبعد محاصرتهم من قبل القوات الأمنية تم قتل ثلاثة منهم وتمكن الآخر من تفجير نفسه ما أودى بحياة ثمانية مواطنين بينهم أحد أفراد الجيش وإصابة عشرة آخرين أغلبهم من قوات الأمن ومدير ناحية البغدادي شرحبي للعبيدي على ناحية البغدادي دزم أحزمة ناسفة أربعة ثلاثة قتلهم القوات الأمنية واحد فجر نفسه والحصيلة ثمان شهداء وعشرة جرحة وإن شاء الله أن هذه الخروقات الأمنية ما تأثر علينا تمكننا من قتل أربعة انتحاريين واستشهاد من القوات الأمنية ما يقارب ثمانية أشخاص وجرح عشرة أشخاص وإحنا متقدمين إن شاء الله وباقين صامدين وهذه الخروقات التي تصير كلها متهمنا عناصر الأمن طالبوا بمزيد من الدعم والإسناد لتغطية مساحات أوسع من المناطق الصحراوية الغربية المحاذية للأقضية التي يسيطر عليها تنظيم داعش مؤكدين إصرارهم على حفظ الأمن في عموم المناطق ندعو كل القوات الأمنية بانتشار الأرض الصحراوية لكي نريد فجوة على موضع شنو يهجم بأحزمة ناصفة أو سيارات مفخخة مراقبون للشأن الأمني بيّنوا أن الهجمات المتكررة هي محاولة ليثبت التنظيم خلالها وجوده ولإيقاع الخسائر في صفوف المدنيين وقوات الأمن وأن أغلب هجماته تتم وفق تنسيق مسبق مع الخلايا النائمة التي تزوده بالمعلومات والتوقيتات المناسبة لشن هجماته الإرهابية فضلا عن وجود مناطق أخرى غير محررة تشكل خطرا بالغا على المناطق المحررة كونها قريبة منها وجود خلايا نائمة لا زالت تساعد في عمليات زعزعة الوضع الأمني وزعزعة الاستقرار في هذه المدن والسبب الثاني أن لطبيعة مدينة البغدادي طبيعة استثنائية حيث لا زالت تلاسق بعض المناطق التي تعتبر مناطق رخوة هشو المكان أن يتسلل إليها أرهاب وداعش من مدينة الرمادي عمر العبيدي الحرة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة